السلام عليكم ورحمة الله واللوحة الأم أو الماذربورد فهي المسؤول الأول عن نظام الكمبيوتر بشكل عام واللي سماها لوحة أم ما كان بالغ ولو بتعريف بسيط بدي أوضح مفهوم اللوحة الأم فيمكن أكون ظالمها لأنه فعلياً بتهشرح ساعات وإحنا ماخذين عهد على حالنا أن نقدم المعلومة بأبسط طريقة ممكنة ولأن هذا الفيديو الرابع من سلسلة كيف تختار قطع تجميعتك بنفسك بالمناسبة إلي ما شاف أول فترة فيديوهات يروح وشوفهم وفي هذا الفيديو راح نحكي عن أهم الأمور اللي لازم نأخذها بعين الاعتبار عند شراء الماذربورد أو اللوحة الأم تابعونا أول شي راح نحكي عنه اللي هو سكت المعالج أو المقبس فزي ما بنعرف أن البورد وظيفتها جمع مكونات الكمبيوتر كلها حتى تشتغل مع بعض وتشوف النتيجة أنت على الشاشة فسكت المعالج هو المكان الذي يتم تركيب المعالج عليه في البورد فهي البورد لازم تكون داعمة لهذا المعالج بحيث أنه يركب عليها وما تواجه مشاكل فالمعالج بيجي بعدد بنات معينة مطابق لعدد البنات اللي بيستقبلها البورد هذا الشي اللي لازم نعرفه عن السكت وإذا حاب تعرف المعالج اللي عندك على أي سكت كل ما عليك أنك تروع على موقع الشركة تدور على هذا المعالج وراح يكون اسم سكت موجود من ضمن مواصفات المعالج وممكن حدا يسألني الآن هل إذا كان معالج بنوع سكت معين مطابق لبورد معينة هل راح يركبوا على بعض؟ لا لازم تروع على موقع البورد وتشوف المعالجات الداعمة لها لانه في عندنا شركي من شركات تصنيعة المعالجات هيك شركة كبيرة قد العالم كل ما ييجي ببالهم بغيروا نوع السوكت القادم للمعالجات الجديدة وهذا الشيء شفتوا بمعالجات الجيل السادس والسابع والثامن والتاسع من انتل كلهم جاءوا بسكت الـ LGA51 آه هيك اسم السكت دبروها لكم فمعالجات الجيل السادس والسابع ما بيركبوا على بوردات الجيل الثامن والتاسع ولا العكس طبعا هالجماعة ليش كل جيلين بغيروا السكت ما حدا بيعرف على العكس AMD اللي عندهم البورد مثلا تدعم أربع أجيال فإذا عندك بورد بتركب عليها الجيل الأول وبتقدر تركب عليها الجيل الرابع مع مراعاة تحديث البيوس من حيث التوافقية بتركب وما عندك مشاكل فإذن النقطة الأولى صارت عندنا أنه تنتبه للسوكيت اللي راح تشتريه راح يكون متوافق مع المعالج اللي انت اخترته هاي أول نقطة وهون لازم أذكرك تروح تشوف الفيديو اللي حكينا فيه عن شراء المعالج راح يكون هون أو في صندوق الوصف روح شوفه وإذا عندك معالج إلى انتل وحاليا بتدور على بورد فإنت راح تكون قدام أربع أحرف من فئات المعالجات الفئة الأولى اللي هي Z أو Z وهي أعلى فئة من فئات البوردات وبتكون داعمة لكسر السرعة ممكن حدا يسئلني الآن شو يعني كسر السرعة خليك راح أجاوبك بفيديو جاي وبعد كل حرف من الحروف راح يكون فيه رقم وهذا الرقم يدل على فئة اللوحة أو جيل اللوحة فمثلا لوحات الأربعمية بتكون داعمة للجيل العاشر والجيل الهدعش ولوحات الثلاثمية بتكون داعمة للجيل التاسع والجيل الثامن ولوحات الميتين بتكون داعمة للجيل السادس والجيل السابع وهكذا طبعا في عنا حكينا أربع أحرف حرف Z راح يكون من الفئات الاحترافية وفي عنا ثلاث أحرف H, B, H H الأول هو بيكون الفئات العليا وحرف B للفئات المتوسطة وحرف H الثاني بيكون للفئات الاقتصادية والفرق بين حرف ال H الأول والثاني هي فئة اللوحة فمثلا ال H 370 أقوى من ال H 310 مثلا لكن سعر ال H 370 بيكون مرتفع وكل الميزات اللي فيها بتلاقيها موجودة ببوردات ال B مع سعر منخفض فأنا بشوف أنه لوحات ال H 470 أو 370 أو لوحات الفئة العليا من ال H معنى بشوفها غير قابلة للشراء يعني ما بنصح أحد يشتريها فخليك في ال B أو في ال H الفئة الاقتصادية إذا تجمعتك اقتصادية أو روح مع بوردات Z إذا بتجمع إشي احترافي طبعا هذا الشيء يعتمد على المزايا اللي أنت بدك إياها ودعم البورد لكسر السرعة طبعا إذا كان عندك معالج K فإجباري تروح مع لوحات Z لأنها هي اللوحات الوحيدة اللي تدعم كسر السرعة وحرف K في المعالج يعني هذا المعالج أن لقد أو قابل لكسر السرعة نروح ل AMD فبوردات AMD كلها قابلة لكسر السرعة ففي عندك ثلاث أحرف ال B وال X وال A بوردات A أو A 320 انسوها هاي مالها داعي لأنها شرائح قديمة ومراحل الطاقة فيها ما هي ممتازة ودعمها لكسر السرعة محدود وبنفس سعر لوحات ال B وأنا بشوف لوحات ال B كثير ممتازات للتجمعات الاقتصادية والتجمعات المتوسطة فلوحات ال B داعمة لكسر السرعة بالمناسبة شرائح ال B تدعم أربع أجيال أو كل أجيال رايزين حاليا تدعم الجيل الأول والثاني والثالث والرابع شريحة ال AM4 وبوردات AMD كلها داعمة لكسر السرعة تماما مثل معالجاتهم كل معالجات AMD تدعم كسر السرعة طبعا كله بقدرات متفاوتة بالنسبة للبوردات فهي بوردات ال A أضعف هاي الفئات وبوردات ال X أعلى هاي الفئات فإذا راح تعمل كسر السرعة بشكل كبير بنصحك تروح لبوردات ال X هي من أعلى الفئات ومراحل توصيل الطاقة فيها ممتازة وبعدها تيجي بوردات ال B 500 فيها كل ميزات ال X وأنا بشوفها بصراحة مناسبة لكل التجميعات سواء تجميع احترافية أو اقتصادية فبوردات ال B 500 جدا ممتازات وبعدين بيجي بوردات ال B 400 اللي هي بتكون مناسبة لتجميعات الاقتصادية وبنفس الوقت داعم لكسر السرعة وكل هاي الفئات جاءت على سوكيت واحد اللي هو ال AM4 سمعتوا يا انتل؟ والشيء الثالث اللي بدي أحكيه لكم إياه اللي هو الحجم حجم البورد وهو هذا الشيء بصراحة مش مهم كثير لأنه ما بيأثر على الأداء فقط بيأثر على بعض الميزات اللي ممكن تكون في البورد فبالنسبة للأحجام في عندنا أربع أحجام ثلاث منهم مشهورين وواحد احترافي ومش كل ناس تستخدمه في عندك ال Extend ATX وال ATX Standard وال Mini وال Micro ATX كل هاي البوردات بتيجي بأحجام مختلفة والفرق بين هاللوحات كلها ما رح يأثر بشكل مباشر على الأداء ممكن يأثر على عدد ال PCIe الموجود في البورد منافذ الAMDU2 يعني أشياء عادية إذا حسب احتياجك طبعا فإذا رح تعمل تجميع صغيري أو كيس صغير يعني بناسبك الحجم اللي صغير فروح مع بوردات المايكرو أو الميني أنا إذا بتسألوني شو بتفضل بصراحة بفضل بوردات ال ATX أو ال Full ATX بشوفها هيك بكون مرتاح أكثر وممكن استفيد من مداخل الAMDU2 كمان والشيء الثالث اللي بدي أحكي لك يا اللي هو نوع وسرعة الرام فمثلا إذا عندك رام DDR3 ما بنفع تركبها على بورد DDR4 أو العكس ما بنفع فلازم تتأكد من نوع الرام اللي عندك وسرعتهم فإذا عندك رام بسرعات عالية والبورد اللي عندك تدعم لحد معين من سرعة الرام فأنت السرعة العالية ما رح تستفيد منها أفضل شيء بشوفه هناك تدخل على موقع البورد تشوف هي للرام وسرعتها وتشوف أنت مدى التوافق في القطع الموجود عندك موقع البورد رح تكون مليء بالتفاصيل اللي إحنا قاعدين بنحكي فيها طبعا في فئات علية من البوردات لكل الشركتين سواء Intel أو AMD مثل Threadripper أو الأكستريم هاي البوردات بتكون للناس المحترفين وإنت إذا رح تعمل تجميع على إحدى هاي الفئات فما رح تكون مضضر لتشوفني في هذا الفيديو نعمل اسكيب على الموضوع ونحكي لكم عن الأشياء التفصيلية أو الأشياء التفضيلية اللي أنت ممكن تحددها بناء على ذوقك وطبيعة استخدامك مثل الـ RGB دعم البورد الـ RGB هل هي فيها منافذ المراوح الأدرس بالـ RGB هل هي لوحة نفسها فيها RGB الصوت الموجود في البورد أو كرت الصوت الموجود في البورد وغالبا هذا الشيء قديما كنا نعاني منه لكن كل البوردات الحديثة بيكون فيها كرت الصوت ممتاز وما كمستخدم عادي ما رح تكون مضضر لشراء كرت الصوت يعني بيكون كافي وهل البورد بيكون فيها دعم بلوتوث واي فاي منافذ USB احتياطية وفيه منفذ لـ USB Flash بحيث أنك تعمل على تحديث الـ BIOS أو reset للـ BIOS كل هاي أمور يعني أنا بشوفها بترجع لك كمستخدم وزوقك في اختيار هاي الأمور نقطة أخيرة بدي أنا بهاك عليها انتبه واهتم بعمر تجميعتك ومستقبل تجميعتك فمثلا إذا رح تعمل تجميع وحاط ببالك تطور عليها من حيث المعالج اهتم إنك تأخذ بورد تدعم الأجيال الحديثة من المعالجات بإمكانك تشترك في القناة من خلال اللوغو اللي موجود على الشاشة من هون وتشوف باقي فيديوهات السلسلة اللي بنحكي عنها من هون ومن هون وفي فيديو هون رح يقترح لك هي يوتيوب شوفه وعطيني لايك بإمكانك اشتركوا في القناة